بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والآرض ولاتخذا معينا حين برأن سماء لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يومين أوله فزاع وأوسطه جزاع وآخره وجاع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعدين وعدته وكل عهدين عاهدته ثم لم أفبه وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولديه أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هواء أو أنفتين أو حميتين أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعيع ردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شاءت وتهب لي من عندك رحماه إنه لا تنقصك المغفرا ولا تضرك الموهبا يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمتان في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على خيرته من خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر